بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الثلاثون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في حق اليهود واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن اليهود لما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم وصفه بهذين الوصفين رسول من عند الله والوصف الثاني أنه مصدق لما معهم في التوراة لأن التوراة فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم فجاء مطابقا للأوصاف التي عندهم في التوراة فكان الواجب عليهم وهم أهل كتاب وأهل علم الواجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بكتابهم الذي معهم نصدق لما معهم لكن كان موقفهم على العكس نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كان موقفهم أنهم نبذوا كتاب الله وهو التوراة والنبذ معناه الطرح أي طرحوها ولم يعملوا بها فكفروا بكتابهم الذي معهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به كما سبق في قولهم نؤمن بما أنزل علينا فهم نبذوا كتاب الله الذي معهم وطرحوه لا لشيء إلا من أجل الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم حسدوه على ما آتاه الله من النجوة والرسالة وكانوا يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل وجاءت على خلاف رغبتهم جاءت في محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من بني إسماعيل وهم لا يؤمنون بالحق للحق وإنما يؤمنون بما يوافق أهواءهم ورغباتهم قال الله جل وعلا كأنهم لا يعلمون في فعلهم هذا فعله ماذا فعل الجاهل فتحولوا من كونهم علماء إلى كونهم جهالا لأن الواجب على العالم أن يعمل بعلمه فإذا لم يعمل بعلمه صار هو والجاهل سوى لا بل هو شر من الجاهل لأنه عصى الله على بصيره أما الجاهل فإنه وقع في الخطأ من غير تعمد فيكون العالم الذي لا يعمل بعلمه شرا من الجاهل الذي ليس عنده علم وإن كان الكل يعملون ضلالا ويعملون خطأا لكن ليس من يعلم كمن لا يعلم كأنهم لا يعلمون وقال فريق منهم لم يقل كلهم لأن منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا لا يظلم أحد ولا يعمن بالحكم بل إنه يخص الحكم بمن ينطبق عليه فلذلك قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب وقوله من الذين أوتوا الكتاب هذا من باب التعيير لهم لأن الواجب عليهم لما كانوا من أهل الكتاب الواجب عليهم الامتثال بموجب الكتاب الذي معهم ثم قال جل وعلا واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين انظروا العجب العجاب أنهم نبذوا كتاب الله وتعوضوا عنه بالسحر تعوضوا عنه بالسحر الذي هو من عمل الشيطان تركوا وحي الرحمن وأخذوا بعمل الشيطان والعياذ ابنه واتبعوا ما تتل الشياطين ما تتل الشياطين هكذا تركوا ما أنزله الله وأخذوا ما تعمله الشياطين وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه أن من ترك الحق ابتلي بالباطل من ترك الحق ابتلي بالباطل هذا في اليهود وفي غيرهم كل من تبين له الحق فتركه فإنه يبتلى بالباطل والعياذ بالله فلنحذر لنحذر من هذا ليس هذا خاصا باليهود بل هو عام لكل من ترك الحق رغبة عنه وتكبرا وعنادا فإنه يبتلى بالباطل فمن أبى أن يعبد الله عز وجل ابتلي بعبادة الشيطان وابتلي بعبادة الأصنام وابتلي بعبادة الطواغيت كما هي حال كثير من الخلق الذين استكبروا عن عبادة الله ابتلوا بعبادة المخلوقين ابتلوا بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار والطواغيت وعبادة الشياطين كما قال العلامة بن القيم رحيمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هكذا من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة الشياطين وعبادة غير الله عز وجل وهذا ما عليه المشركون لأن الله خلقهم لعبادته كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فلما استكبروا عن عبادة الله ابتلاهم الله فعبدوا غير الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين ما تتلو معناه ما تتبع الشياطين وما تعمل لأن السحر من عمل الشياطين يأخذه يعني من عمل شياطين الجن والإنس يأخذه بعضهم عن بعض ويتلقاه بعضهم عن بعض فأهم يتلو بعضهم بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في عهد ملك سليمان سليمان بن داود عليه السلام النبي بن النبي عليهما الصلاة والسلام سليمان بن داود نبيان كريمان كما قال جل وعلا وورث سليمان داود وورثه بالنبوة وورثه بالنبوة وهو الملك لأن داود كان نبياً ملكاً ابنه سليمان ورثه في النبوة والملك صار نبياً ملكاً أما المال فإن الأنبياء لا يورثون المال الأنبياء لا يورثون كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث وإنما الوراثة بالنبوة بالنبوة لا بالمال كما قال زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يريثني يعني يريث النبوة وليس المراد وراثة المال فسليمان نبي وملك وهو ابن نبي وملك من بني إسرائيل الشياطين لعنهم الله كانوا في عهد سليمان مهانين وكانوا مسخرين لسليمان وكان سليمان عليه السلام مسلطا عليهم يسخرهم في الأعمال بالأعمال الشاقة ويصفد مردتهم فكان عليه الصلاة والسلام قد سيطر عليهم في ملكه عليه الصلاة والسلام لأن الله أعطاه ملكا لم يعطه أحدا غيره إجابة لدعوته عليه السلام لما دعا ربها يهب له ملكا لم يهبه لغيره وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ومنه تسخير المردة والشياطين له فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام قالت الشياطين لعنهم الله إن سليمان إنما سيطر على الشياطين وعلى الملك إنما سيطر عليه بسبب أنه يتعاطى السحر وكذبوا على سليمان عليه الصلاة والسلام قالوا إن السحر هو الذي مكن سليمان من أن يسيطر على الملك ويسيطر على المردة وعلى الشياطين وهذا كذب واضح لأن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي والسحر كهر السحر كهر وعمل شيطاني فلا يليق لا يليق بالمؤمن أن يستعمل السحر فكيف بنبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لكنهم نسبوه إليه لأجل التغرير بالناس هذا عمل الشياطين عمل الشياطين هو الخداع والمكر ببني آدم فقالوا إن سليمان إنما حصل على ما حصل عليه بسبب أنه يستعمل السحر حاشا وكلا أن يكون نبي الله عليه الصلاة والسلام يستعمل السحر ولهذا برأه الله من ذلك قال وما كفر سليمان هذا رد عليهم ما كفر سليمان يعني لم يستعمل السحر لأن استعمال السحر كفر فمعنى قوله وما كفر سليمان أي لم يستعمل السحر ولم يتعاطى السحر كما كذب عليه الشياطين لعنهم الله فبرأ الله نبيه من هذه الفرية وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أي أن السحر إنما هو من عمل الشياطين وحرفة الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن ولا يليق بالأنبياء وأهل الإيمان أن يستعملوا السحر لأن السحر كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا يعملون الشياطين ماذا يعملون يعلمون الناس السحر فالسحر من تعليم الشياطين سحر من تعليم الشياطين لعنهم الله السحر ما هو السحر عبارة عن ما لطف وخفي سببه ما لطف وخفي سببه هذا هو السحر في اللغة أما السحر في الاصطلاح فهو ينقسم إلى قسمين سحر حقيقي وهو عمل رقى وعزائم عبارة عن رقى شيطانية وعزائم شيطانية وعقد يعقدونها في الخيوط وينفثون فيها ثم تؤثر في بدن المسحور أو في عقله أو في حياته حتى يموت السحر الحقيقي منه ما يمرض ومنه ما يخبل العقل ومنه ما يقتل فيتأثر به المسحور هذا هو السحر الحقيقي الذي تعمله الشياطين شياطين الإنس والجن وهو عبارة عن رقى وعقد وعزائم شيطانية وطلاسم يعملونها فيتعاون شياطين الإنس يتعاون السحرة من بني آدم مع الشياطين فيعملون السحر بهذه الوسائل التي يتخذونها والسحر صناعة يتعلم يمكن تعلمه أو صناعة يمكن تعلمه ولا يتعلمه إلا أهل الكفر وأهل الشرك ولا يعلمه إلا الشياطين هذا نوع النوع الثاني السحر التخييلي سحر تخييلي ليس له حقيقة وإنما هو تخييل على العيون يخيل إلى الإنسان شيء على غير حقيقته وهو ما يسمى بالقمر يسمونه الناس القمر وهو السحر التخييلي عمل يعمله شياطين الإنس والجن حتى يخيل إلى الأبصار الشيء على غير حقيقته كما قال الله سبحانه وتعالى في سحرة فرعون فلما ألقوا سحروا أعين الناس قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم هذا سحر تخييلي كما في الآية الأخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي العصي والحبال يخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى وأنها حيات لكن هي في الحقيقة لا تعد أن تكون حبالا أو عصيا فألقوا عليها شيئا من القمر والتخيل فصار الناس يرونها كأنها تسعى كأنها تتحرك هذا هو السحر التخييلي فإذا ما ذهب التخييل عادت الأشياء إلى حقيقتها وهذا كثير في الناس تخييل يسمونه بالسرك ويسمونه بالبهلوانيات هذا كله سحر تخييلي يجي الواحد في المحفل أو أمام الناس ويتظاهر أنه يمشي على حبل أو أنه يطعن نفسه بالمسامير أو بالسلاح أو أنه يأكل النار أو أنه يمشي في النار أو يمشي على الماء أو يمشي على خيط أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره أو أنه يضرب المسامير في عينيه كل هذا سحر سحر باطل ما هو صحيح ما جرى منه شيء في الحقيقة وإنما أمام أعين الناس يعمل أشياء تخيل إلى الناس الشيء بغير حقيقته يأخذ الورقة العادية فتتحول إلى نقود إلى أوراق نقدية وكثيرا ما يخدعون الناس بهذا يجيب أوراق عادية ويلقي عليها القمرة والتخيل فتصبح كأنها أوراق نقود فئة خمسمائة أو فئة مئة أو عشرة أو خمسة هذا من السحر التخيلي فإذا مضى وقت عليه عادت الأشياء إلى ما كانت عليه إذا ذهبت تخييل وذهبت هذه القمرة عادت الأشياء إلى حقيقتها هذا سحر تخيلي وهذا هو الذي يلعب به هؤلاء في المحافل أو في تجمعات الناس لأجل أكل الأموال بالباطل وليأجل يضلال الناس ويسمونه بغير اسمه يسمونه بهلواني أو يسمونه سرك أو يسمونه اللي يسموه ما شاء وهو سحر هو سحر أو يسمونه وليأ كيف إن الإنسان الضعيف يطعن بالمسامير أو تمشي عليه السيارة أو يمشي في النار أو هذا ما هو صحيح هذا كذب تتجيل على العيون وتتجيل على الناس هذا هو السحر ولذلك كان رجل يلعب عند أمير من أمر بني أمية يقال له الوليد ابن عقبة ساحر يلعب عنده يجتمعون الناس مع الأمير ويجي الساحر ويلعب بالتخيل عندهم فيخيل إلى الناس أنه يقتل شخص ثم يقول له قم فيقوم فيخيل إلى الناس أنه يقتله وأنه يحييه لأنه يوري لهم أنه قطع رأسه ومات ثم يقول له قم فيقوم سويا فتعجب الناس فجاء صحابي جليل يقال له يقال له جندب ابن كعب الأزدي رضي الله عنه وأخفى السيف معه فلما قرب من الساحر ضربه بالسيف وقطع راسه فقال إن كان صادقا فليحيي نفسه قال إن كان صادقا فليحيي نفسه فبين للناس أن هذا كذب وأنه تدجيل وأنه لم يقتل هذا الشخص فبذلك بطل سحره الحاصل أن هذا النوع يسمى بالسحر التخييلي وهو كثير ما يستعمله الدجالون وأصحاب الحيل من أجل إغواء الناس ومن أجل أكل أموال الناس بالباطل ومن أجل الظهور أمام الناس بالمهارة والقدرة وهو سحر كما حصل في وقت موسى عليه الصلاة والسلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى سحر أعين الناس قال سحر أعين الناس ما قال سحر الناس لأنه ما هو بسحر حقيقي بل قال سحر أعين الناس هو سحر تخييلي فلا نغتر بهذا الشيء أو نقول هذا من الفنون هذا من الفنون أو هذا من من الحرف التي يتخذها هؤلاء هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس وما يعملونه سحر ومنكر والواجب على ولاة الأمور منع هذا الشيء وأن يأخذ هذا الساحر فيقتل لأن حد الساحر ضربه بالسيف كما في الحديث الساحر كافر كافر لأن الله جل وعلا يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فأخبر سبحانه أن تعليم السحر كفر وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل على أن تعلم السحر كفر السحر كفر تعلمه وتعليمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال الراوي فقتلنا ثلاثة سواحر وقتلت حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب زوج الرسول صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وجندوب بن كعب كما سمعتم قتل الساحر فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله فالواجب أن الساحر يقتل يقتل كفرا ولا يستثاب لأنه إن أظهر التوبة فإنه ليس بصحيح لأنه زنديق والزنديق لو تظاهر بالتوبة فإنه لا يترك زندقته ويترك سحرة فيجب قتل الساحر ولا يستثاب ولأن الصحابة قتلوا السحرة ولم يستثبوه هذا هو الواجب أن يتخذ مع الساحر سواء كان سحره تخييلياً أو كان سحره حقيقياً يمرض ويؤثر في الأبدان ولأجل أن يستريح مجتمع المسلمين من هؤلاء السحرة الدجالين فيجب قتل السحرة وإخلاء المجتمع المسلم منهم ومن شرهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لقول حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف وكما فعل الصحابة وفي مقدمتهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما كفر سليمان برأ الله نبيه من تعاط السحر الذي نسبه إليه الشياطين ولكن الشياطين كفروا بين سبحانه أن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل نبي الله سليمان وإنما الذي أوتيه سليمان عليه السلام هو هبه من الله جل وعلا الله هو الذي سخر له هذه الأشياء ومكنه منها إجابة لدعوته وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يعلمون الناس السحر هذا دليل على أن تعليم السحر كهر ودليل على أن السحر لا يكون إلا من قبل الشياطين فالسحرة من بني آدم يتعلمون السحر على الشياطين وهو من عمل الشياطين هذا بنص القرآن الكريم أن السحر من عمل الشياطين وليس هو من عمل المسلمين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين اختلف المفسرون في تفسير هذه الجملة وما أنزل على الملكين بفتح اللام تثنية ملك فقال بعضهم إن ما نافية ما نافية معطوفة على قوله تعالى وما كفر سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين يعني أن السحر لم يحصل من سليمان ولم ينزل على الملكين من الملائكة الله عز وجل وإن ما هو من عمل الشياطين هذا قول القول الثاني أن ما بمعنى الذي فيكون معطوفا على قوله السحر يعلمون الناس السحر السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين يعلمونهم ما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين هو السحر وذلك أن الله سبحانه أنزل ملكين من الملائكة تحانهم ابتلاء وامتحان للناس ولذلك هذان الملكان ينصحان فإذا جاءهما أحد يريد تعلم السحر نصحاه وقالا له إنما نحن فتنة فلا تكفر هذه نصيحة إنما نحن فتنة هي اختبار للخلق ليتميز المسلم من الكافر الذي يقبل السحر من الذي لا يقبله فنحن فتنة ما نعلمه لأنه جائز لا نعلم السحر لأنه جائز وإنما هو محرم وكفر بالله ونحن نعلمه من باب الابتلاء والاختبار للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر وقوله ما أنزل على الملكين بباب الابل معروفة في أرض العراق بابل في أرض العراق يقال إنها أرض الكوفة أو قريب منها المهم من بابل في أرض العراق وقد نزل الملكان في هذه الأرض يعلمان الناس السحر لأجل الابتلاء والامتحان وتميز المسلم من الكافر والملكان ينصحان لأن الملائكة طبيعتهم النصر والنصيحة لبني آدم لا يغشون لخلاف الشياطين فإن طبيعتهم الغش لبني آدم أما الملائكة لا طبيعتهم النصر لبني آدم فلذلك هذان الملكان ينصحان من تقدم إليهما ويقولان له من باب التحذير إنما نحن فتنة واختبار وابتلاء فلا تكفر يعني فلا تتعلم السحر لأن تعلم السحر كفر فمنهم من يقبل النصيحة ويترك تعلم السحر ومنهم من يقدم على تعلم السحر ويخالف النصيحة وهذا من حكمة الله جل وعلا ليميز ليميز الخبيث من الطيب فيتعلمون أي الناس منهما أي من الملكين وهذا هو الصحيح في تفسير الله أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه شوه هذا دليل على أن السحر له على أن السحر حقيقي وأن له تأثيرا أن له تأثيرا في القلوب وتأثيرا في الأبدان وتأثيرا في العقول فالسحر الحقيقي يؤثر يؤثر في القلب ويؤثر في البدن ويؤثر في العقل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه المحبة التي بين الزوجين محبة شديدة والمحبة بين الزوجين هي أعظم المحبة الطبيعية كما قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فبين الزوجين فبين الزوجين مودة ومحبة خاصة قوية ولذلك يقترنان ويتآلفان ويعيشان عيشة طويلة ويفقد أحدهم الآخر لأن الله ربط بينهما بالمحبة القوية الساحر يفسد هذه المحبة هذا دليل على خطر السحر دليل على خطر السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنهما هو بالعكس يعمل فيحصل منه محبة شديدة بين الاثنين بسبب السحر وهو ما يسمى بالصرف والعطف الصرف هو العداة وهو العطف والمحبة السحر يعملون أحيانا شيئا يفرق بين المتحابين وأحيانا يعملون شيئا يؤلف بين المختلفين ويتحابون على غير سبب إلا السحر يربط بعضهم ببعض بالسحر ما هو محبة صحيحة إنما هي محبة بسبب السحر الذي ربط بينهما فقد يكون ارتباط على الباطل وعلى الفواحش وعلى المنكرات سأل الله العافية أما المحبة بين الزوجين فعلى الخير وعلى البركة وعلى المصالح الزوجية لكن المحبة التي يعقدها السحر هذه محبة للباطل وفعل الفواحش وفعل الشر وفعل أمور محرمة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذا كانوا يفرقون بين المرء وزوجه فتفريقهم بين غير الزوجين من باب أولى فهو إذن السحر شر السحر آثاره آثار سيئة في المجتمع فكيف يترك السحرة يعيشون في المجتمع المسلم وهم هذا ما يعملون يفسدون العقايد أول شيء وثانيا يفسدون الصلة بين الناس ويحتثون بين الناس العداوة والبغضة فإذن السحرة يفسدون في المجتمع لذلك يجب قتلهم وإراحة المجتمع منهم ولا يجوز التواني في ذلك أبدا إذا ثبت إن هذا الشخص ساحل إما بإقراره أو بالبينة فإنه يجب المبادرة بقتله يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ثم قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله هذا تطمين للمسلمين تطمين للمسلمين أن يتوكلوا على الله وأن لا يخافوا من السحرة ولا يهابوا من السحرة بل يتوكلون على الله والله يعصمهم جل وعلا وما هم بضارين به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذن فيجب على المسلم أن يعتصم بالله وأن يستعيذ بالله وأن يتوكل على الله وأن يستعمل الورد في صباحه ومسائه حتى يحفظه الله من كيد السحرة وما هم بضارين به على خطره وعلى شره وعلى ما فيه من الضرر لا يمكن لهم لا يمكن للسحرة أن ينفذ سحرهم وأن يؤثر سحرهم إلا بإذن الله أي بقدر الله جل وعلا إذن الله الكوني القدري وليس إذنه الشرعي لأن الله لا يأذن بالسحر إذنا شرعيا وإنما يأذن به إذنا قدريا لأن الله يقدر الخير ويقدر الشر ويقدر الحياة والموت ويقدر المرض والصحة ويقدر الغناء والفقر وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى فالسحرة لا يستطيعون أن يضروا مسلما أو يضروا مجتمعا إلا إذا قدر الله جل وعلا ذلك وسلطهم عليه عقوبة له فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم بالله وأن يكثر من ذكر الله ومن الورد صباحا ومساء حتى يحميه الله جل وعلا من كيد هؤلاء الشياطين السحرة ودلت الآية الكريمة على أن كل شيء بقدر الله الخير والشر والسحر والكفر والشرك والإيمان والإحسان كله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه جل وعلا ما لا يريد كله بقضاء الله وقدره وقدر الخير وقدر الشر لحكمة من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر ويتميز المؤمن من المنافق ويتميز الخبيث من الطيب فلولا وجود الخير والشر ما تميز هذا من هذا ولا عرف أهل الخير من أهل الشر الله حكيم جل وعلا في خلقه حيث خلق الخير وخلق الشر من أجل الابتلاء والامتحان للخلق ويتبين من يتوكل على الله ويعتصم بالله ويؤمن بالله ومن يعتمد على غير الله يتبين هذا من هذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم هذا دليل آخر وبرهان آخر على بطلان السحر لأن الله أخبر أنه ضرر محب وليس فيه نفع ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي ضرر محب لأن الأشياء لأن الأشياء على أربعة أقسام إما أن تكون خيرا محبا أي خالصة لا شر فيها مثل الطاعات والإيمان هذا خير محب ومثل البر والصلة والإحسان هذا خير محب وإما أن تكون شرا محبا لا خير فيها أبدا وهذا مثل السحر إنه شر محب لا خير فيه مثل الكفر والشرك ومثل عقوق الوالدين وقطع صلة الأرحام هذا ضرر محب كل الأعمال المحرمة كلها ضرر إما محب وإما ضرر غالب النوع الثالث ما كان ما كان ضرره يعني النوع الثالث ما كان فيه خير وفيه شر ولكن شره أكثر من خيره وضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه حرام مثل الضرر الخالص حرام النوع الثالث العكس ما فيه خير وشر ولكن خيره أكثر من شره ونفعه أكثر من ضرره هذا مباح مشروع تدخل المضره الجزئية في المصلحة العامة فما كان نفعه أكثر من خيره وشره أكثر ما كان نفعه أكثر من ضرره وخيره أكثر من شره فإن هذا مشروع ومباح فإن هذا مشروع ومباح النوع مثلا مثلا الجهاد في سبيل الله فيه خير وهو إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام وفيه ضرر وهو القتل والجراح القتل والجراح هذا ضرر أقول لا لا لكن الخير اللي فيه أكثر من الضرر فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى النوع الرابع ما تساوى خيره وشره هذا حرام أيضا إذن الحرام ثلاثة قسا ما كان ضررا محضا مثل السحر والكفر والشر ما كان ضرره أكثر من نفعه ما كان ضرره ونفعه متساويان هذا كل حرام أما ما كان خيرا خالصا لا ضرر فيه أو كان خيره أكثر من شره فهذا مشروع الأشياء لا تخرج عن هذه الأشياء إلى أربعة من أيها السحر من النوع الأول الذي هو ضرر محض خالص فهو ضرر محض ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من هم الذين علموا اليهود لأنهم ها الكتاب ولقد علموا لمن اشتراه يعني السحر اشتراه يعني أخذه واستبدله ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب هذا برهان آخر على أن السحر كهر لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو الكافر والساحر ليس له في الآخرة من خلاق بنص هذه الآية فهذا دليل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه نسأل الله العافية ولقد علموا لمن اشتراه أي استبدل السحر بكتاب الله عز وجل لأن اليهود استبدلوا السحر بكتاب الله التوراة وهم يعلمون أن من فعل ذلك أنه ليس له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب من الجنة والعياذ بالله هذا دليل على كفر الساحر وتحريم تعلم السحر وتعليمه أن ذلك كفر والعياذ بالله ألا يقال أن هذا من الفنون أو هذا من الألعاب البهلوانية أو هذا من كذا وكذا أو هذا من المهارات هذا باطل والعياذ بالله لا يجوز وإن كان هذا كثر في هذا الزمان وتساهل فيه الجهال وكثير من الناس فيجب التنبه لذلك قال جل وعلا ولبئس ما شروا به أمفسهم يعني اليهود كل الخطاب مع اليهود ولبئس ما شروا به أمفسهم ما معنى شروا أنفسهم يعني باعوها باعوا أنفسهم والعياذ بالله وأخذوا السحر الثمن هو النفس والمثمن هو السحر يا سبحان الله ما هذه البيعة باع نفسها التي هي أعز شيء باعها بالسحر الذي هو الكفر والشرك وهم أهل كتاب والذي حملهم على هذا كله هو الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم ها هو اللي حملهم على هذا الباطل والعياذ بالله الحسد تحسبون أن الحسد أمره سهل الحسد هذا ما يفضل إليه والعياذ بالله حملهم الحسد على كل هذه الجرائم وهم يعلمون أنها جرائم لكن كله كراهية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولرسالته نسأل الله العالم قال جل وعلا ولو أنهم آمنوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالتوراة التي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم ولو أنهم آمنوا واتقوا أي اتقوا الله عز وجل وخافوا من غضبه وعقابه وامتثلوا أمر الله واتبعوا رسوله لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الثواب المثوبة والمرجع عند الله خير من الدنيا وما فيها فرضنا إن الساحر فرضنا يا عباد الله إن الساحر عندهم والد دنيا وعنده أرصدة وعندهم ممتلكات يعني من كسب السحر هذا باع نفسه والعياذ بالله هذا باع نفسه وباع الآخرة باع نفسه أول شيء التي هي أعز الشيء وباع الآخرة باع الجنة والعياذ بالله فماذا تنفعه الدنيا كلها لو كانت الدنيا كلها ملك الله ماذا تنفعه والعياذ بالله ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله على الإيمان والتقوى خير لهم من السحر ومما يجلبه السحر من الممتلكات والأطماع وإلى آخره لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون علما ينفعهم هم يعلمون لكنه علم لا ينفع العلم علمان علم ينفع وهو الذي يعمل به هذا هو العلم الصحيح الذي يعمل به به وعلم لا ينفع بل هو ضرر وهو العلم الذي لا يعمل به هو العياذ بالله يصبح حجة على صاحبه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والهدى والرشاة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجسنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك واهدهم بهدايتك اللهم أصلح بطانتهم اللهم أصلح بطانتهم اللهم أصلح بطانتهم اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين اللهم أبعد عنهم جلساء الشر اللهم قرب منهم بطانة الخير يا رب العالمين اللهم أعنهم على ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على ما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان اللهم ول على المسلمين خيارهم وكفهم شر شرارهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس والتي نسأله سبحانه أن يجعلها في موازين حسناته وينفعنا بما قال وسمعنا إنه سميع مجيب فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وردت أسئلة كثيرة منها ما يتعلق بموضوع السحر وأسئلة أخرى أستاذنكم في عرض ما يتيسر منها أحسن الله إليكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ هل يفهم من قولكم حفظكم الله أن جميع الشياطين مع سليمان كانوا كافرين نعم الشياطين كفار ما فيه شكفار ولكن الله سخرهم سخرهم لسليمان وهم كفار نعم ما فيه شيطان مسلم أحسن الله إليكم هل يجوز للإنسان قتل الساحر وإذا قتله هل عليه شيء الذي يقتل الساحر ويقيم الحدود هو ولي الأمر هل يجوز لأفراد الناس أنهم يقتلون أو ينفذون الحدود هذا ما يجوز هذا من صلاحيات ولي الأمر ولازم يصدر عليه حكم من المحكمة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل قتل الساحر هل يعتبر كفار له إذا تاب قبل قتله وبعد الإمساك به وهل يصلى عليه أم لا ما تقبل توبته يقتل على كل حال ولا يصلى عليه عام المعاملة الكافر ولكن فيما بينه وبين الله الله أعلم أن ما وكل إلينا عمر القلوب هذا عند الله إن كانت توبته صحيحة هذه عند الله جل وعلا هو الذي يعلمها أو الذي يجازيه عليها لكن نحن ننفذ عليه الحكم الشرعي ونعامله معاملة الكافر فيما يظهر لنا نعم أحسن الله إليكم يقول السائل الفضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله يوجد هنا أناس ممن كان يذهب إلى السحرة والمشعوذين ومنهم من لا يزال على ذلك ويصدقونهم فما حكم ذلك وما هي نصيحتكم لهؤلاء لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين والكهان هذا حرام بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أهل السنة لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة السحرة أشد السحرة أشد من الكهان والعياذ الله لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز العلاج عندهم ولا يجوز تصديقهم ولا يجوز لأحد إنه يسكت عنهم إذا علم بوجودهم يجب عليه يبلغ يبلغ عنهم السلطة لأجل الأخذ على أيديهم ما يجوز السكوت عليهم وتركهم أحسن الله إليكم يقول السائل رجل سحر عن زوجته أي مربوط عنها هل يذهب إلى الدجالين لفك هذا السحر أم ماذا يفعل هذه مسألة يسمونها مسألة فك السحر هل يجوز أن يفك السحر بسحر مثله هذا ما يسمى بالنشرة أي يحل السحر عن المسحور لا يجوز أنه يحل السحر بسحر مثله ولا يجوز يذهب للساحر ولكن السحر يعالج بالأدوية المباحة ويعالج بالرقية الشرعية من القرآن ومن السنة والأدعية الشرعية بإيمان ويقين والله جل وعلا قريب مجيب فلا يذهب إلى السحر ولا يعالج عندهم ولا يحل السحر عندهم لا يحل السحر إلا ساحر ما يجوز هذا أحسن الله عليكم يقول السائل هل هناك سحر يقطع الأرزاق عن أصحاب المحلات وإذا كان ذلك موجود فما هو العلاد الأرزاق بيد الله جل وعلا الأرزاق بيد الله وعلى المسلم أنه توكل على الله جل وعلا السحر كما سمعتم يؤثر في القلوب ويؤثر في الأبدان ويؤثر في العقول ويؤثر على الأبصار بالقمرى أما الأرزاق به بيد الله وعلى المسلم أنه يتوكل على الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نعم أحسن الله عليكم يقول السائل هل يجوز عرض الألعاب السحرية على الشاشات الفضائية والنظر إليها بقصد الترفيه لا يجوز هذا لا يجوز للمسلمين أنهم يمكنون السحرة من عرض سحرهم في الشاشات أو في المحطات التلفزيونية يعني هذا نشر للسحر تعليم للسحر هذا لا يجوز على أولاة أمور المسلمين أنهم يمكنون هؤلاء السحرة من وسائل الإعلام ولا ينشرون لهم صور في الجرائد والمجلات هذا لا يجوز للمسلمين أبدا يجب منعه يجب على وسائل الإعلاما تنتنع من هذا الشيء ولا تنشره بين المسلمين نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما هو الفرق بين الساحر والكاهن الساحر هو اللي تعلم السحر من الشياطين كما سمعتم والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب الكاهن يدعي علم الغيب ما هو بيسحر لكن يدعي علم الغيب ويخبر الناس بأشياء غائبة عنهم هذا هو الكاهن هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يعني الكهان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هؤلاء هم الكهان الذين يدعون علم الغيب ويقولك أنا أخبرك بحظك في المستقبل هذا كاهن اللي يخبر عن الحضوض ويخبر عن النحوس وعن الأشياء وعن التوفيق في الزواج وعدم التوفيق هذا هو الكاهن نسأل الله العافظ هذا يدعي علم الغيب ومن ادعى علم الغيب فهو كافر يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أياه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرته من الغيب النبي يفضل الخلق ما يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرته من الغيب فكيف الكاهن يعلم الغيب الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا نعم أحسن الله إليكم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب إلى أماكن السيرك والألعاب البهلوانية لا يجوز هذه منكرات سحر لا يجوز الذهاب إليها ومن ذهب إليها وجلس فيها ونظر إليها يكون شارك في الإثم وشارك أما إذا ذهب إليها من أجل الإنكار على أهلها ومن أجل منعها هذا لإنكار المنكر أما أنه يذهب ليجلس ويناظر ويرفح عن نفسه كما يقولون هذا حرام وإذا رضي به صار حكم حكم الساحر لأن من رضي بالسحر فهو ساحر نعم أحسن الله إليكم يقول السائل في إحدى الاحتفالات رأيت رجلا يدخل المعلن في جيبه ويخرجه من كمه ويدخل القلم الأسود ويخرجه أبيض فوقه قرطاس ويقول هذه تعتمد على خفة الحركة وكان هذا في الاحتفال كما ذكر هذا سحر هذا ما يعتمد على السحر ما هو على خفة الحركة يعتمد على السحر هذا السحر التخييلي القمر تعرفون القمر هذا السحر التخييلي وهو باطل وعمل شيطان نعم